فضيلة الشيخ نبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال لا هامة ولا عدوى ولا صفر نعم ما معنى هذا الحديث نعم صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا هامة ولا عدوى ولا صفر والمراد نفي أن تكون هذه المذكورة محدثة للأثر بذاتها أي على مثل زعم أهل الجاهلية فقد كان أهل الجاهلية يظنون يعتقدون أن العدوى تحدث الأثر بذاتها فيتشاءمون وكانوا يعتقدون أن الهامة توجد الأثر فهي موجدة للأثر نعم و الهامة قيل بأنه طائر وبعضهم قال أيضا من أهل الجاهلية بأنه طائر البومة فإذا ظهر في دار أو فناء فإنما هو نذير شؤم بوفاة صاحب الدار أو أحد أهله أو أنها لقتيل لم يؤخذ بثأره وأنها تقول سقوني سقوني و صفر أيضا اختلف فيه فقيل بأنه دابة تظهر أو تصيب بطن الإنسان فتصيبه بما تصيبه به من الآلام و قيل بأن صفر هو الشهر المعروف و لذلك كانوا ينسئون الأشهر الحرم لأنهم يتشاءمون من شهر صفر نعم اعتقاد أهل الجاهلية أن هذه المذكورة في الحديث أنها بأوصافها محدثة للأثر بذاتها و بطبيعتها فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أهل الجاهلية فما هذه إلا أسباب مجرد و إلا فإن مسببها هو الله تبارك و تعالى فنفى عنهم ذلك الوصف و بيّن أن ما يحدث في هذه الحياة إنما هو بتقدير و تدبير من الله عز و جل هو الذي يحدث هذه الأسباب هو الذي يجعل هذه الأسباب مفضية إلى نتائجها و هو الذي يعطل هذه الأسباب و لذلك حينما قال له الأعرابي هذه الجمال تكون معنا في الصحراء كالضباء فإذا دخل عليها بعير أجرب أعداها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى البعير الأول ليبين له أن ذلك إنما هو بتقدير من الله تبارك و تعالى لا بالعدوى نفسها نعم فمرة أخرى أيضا لا يظن النظان أن نفي هذه المذكورة و منها العدوى يعني نفي حقيقة وجودها في الحياة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يقول لا يريد هائم على مصح أي لا يريد هائم من الماشية على مصح حتى لا يصيبه بالعدوى و قد تقدم في حديثي إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليها و إذا كنتم بها فلا تخرجوا منها و حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد فكل هذه لبيان أنها مجرد أسباب و أن هذه الأسباب إنما يحدث أثرها الخالق الحكيم جل وعلا و أن المرأة و أن المسلم مأمور بالأخذ بالأسباب بالتقاء هذه الأسباب و الله تعالى نعم بارك الله فيك بضلتشيك ترجمة نانسي قنقر